النهاردة نتكلم عن تسريبات عن موبايل قوي جاي من شركة شاومي والموبايل دوت هو شاومي 13 لايت اللي بيجي بفعلاً بمواصفات مغرية جداً وتخليك تفكيرك لو تشتري أي موبايل بعدك تركز معايا عشان تعرف التفاصيل كلها بس قبل ما أبدأ عايز أطلب منكم طلب أنا بقدم محتوى سياسي إخباري على يوتيوب ونقص لتمومة ساعة وأحقق شروطه ولكن يعني فاضل شهر واحد ونتعرفين شروط اليوتيوب 4000 ساعة في سنة فنفسي يعني تساعدوني إن نحققها قبل شهر واحد ما يخلص وأنا سألوكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو وأنا متأكد إن في حد منكم حيساعدني نحقق الشروط دي لكن بطريقة عادلة نرجع لموضوع الحلقة من ناحية الخامات للأسف ما فيش معلمات عنها بس بالنسبة كبيرة من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبيجيب وزن 166 جرام وبيدعم تركيب شرحة نتو صال مع دعم شباكات الفايف جي وبنسبة لصوته الخارجي فبيجي استريو بقوة 24 بيت واستغنى عن مدخل 3.5 أما بقى بالنسبة للشاشم فبتيجي من نوع OLED بمساحة 6.5 بوصة مع نسبة استحواز 91.5% وبدوكة Full HD Plus وبكسافة بيكسلات 402 بيكسل كل بوصة وبتيجي بقوة قدوة بتوصل ل 950 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو 120 هرتز وبتدعم كمان مليار لون وتقنية HDR10 Plus وكمان معهم تقنية بالآخر شاشموتة كاملة ممكن اديها 9 من 10 وده السبب يعني عشان ديسة مفيش معلومات عن نوع طبيعة الحمال بتيجي عليها أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجيب 3 نسخ الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع يوفيس 2.2 مفوش يعني للأسف أما بقى بالنسبة للسوفتورو المعالج فالموبايل دوت بيجيب نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة MIUI 13 مع معالج سناب دراجون 7 جين 1 بمعمارية 4 نانو وبتردد 42 من 10 جيجا هرتز ومعالج رسومي أدرينو 644 وبنسبة لده المعالج ده فأرقامه الصراحة تحفى قوة الأنوية بتاعته قوية وفي نفس الوقت بيجي معمارية كويسة للحفاظ على البطارية أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجيب 3 كاميرات خلفية الأولى بدكت 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F4.8 والكاميرا التانية بدكت 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألتر وايت بتصور بزوية 120 درجة والكاميرا التالتة بدكت 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا مكروم وبيجي معه فلاش LED وبيدعمه تقنية البانراما والHDR ويقدر يصور الفيديو بدكت 4K بسرعة 30 فريم وبدكت Full HD بسرعة 120 فريم وبتدعم تقنية البانراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدكت Full HD بسرعة 60 فريم وبنسبة لبقى تقنيات فالموبايل ده بتدعم الواي فاي من وبليتوس والإصدار 5.2 ومعهم كمان الجي بي اس وتقنية NFC والإي آر لكن مفهوش راديوم والحاجة القابلة الأخيرة هي البطارية واللي بتيجي بساعة 4000.5 ميلي أمبير وبتدعم الشحنة السريع بقوة 55 وط مع شحن نوع طيب سي تو يعني تشحن البطارية من 0% إلى 100% فحوالي 45 دقيقة وبييجي باللون الأسود والأزرق والبامبي والفضي أما بقى بالنسبة للسعر فللأسف لسه ما فيش معلومات عنه فيعاني عسبوا لكم التوقع بتاعه في فصف الفيديو وبس كده كده نخلصت واتنساش تعمل لايك واسكراب وشير وسلامة